السلام عليكم ورحمة الله و أهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم ياظر رضوان لعشاق الألغاز الشطرنجية الصعبة والأسطورية رح أقدم لكم اليوم هذا الموقف هون الأبيض يلعب ويربح بلغز جميل جدا طبعا الأسود مثل ما شايف يعني عنده جندي هون على وشك الطرقية لوزير وعلى ما يبدو أنه صعب أنك تتعامل معه فكيف رح تتعامل معه هذا هو اللغز فوقف الفيديو حاول تلاقي الحل طبعا الموقف صعب شوي فخلينا نشوف الحل الحل هون بيبدأ بالنقلة الأولى وهي البشوب على ال E6 كيش مثل ما نك شايف هاد الملك ما إلو أي مربع فمثلا هاد المربع مضروب بالحصان هاد المربع مضروب بالفيل وهاد المربع مضروب بالحصان فإلو عمليا مربعين فقط هنه ال E5 و E4 طبعا إذا إجا على ال E4 فرح يكون الموقف سهل لأنك رح تسمح لها الأبيض أنه يعطي كيش من هون فرح يصير اللعب هيك Knight D6 كيش فالملك شوف يعني هون نقطة مهمة بهذا اللغز أنه الملك محصور فقط بهدول المربعين فمثلا أنك شايف هاد المربع مضروب بالجندي وهدول بالملك وهاد بالحصان وهاد بالفيل فإذا الملك الأسود عنده فقط مربعين فإذا هون رح يروح يجباري على ال E7 والآن رح يجي لهون مع كيش وياخد البيضاء وخلص يعني بصير عنا قطعتين مقابل فيل رح يربح وهون الحقيقة في عندك نقلة أفضل من ال Knight على C4 هي Knight على F7 كيش ورح ياخد الفيل رح نشوف هذا الوضع رح يتكرر نفسه بآخر الفيديو فإذا خلينا نرجع على الموقف الأول فإذا النقلة الأولى هون هي ال Bishop على E6 كيش الملك إذا ما رح يروح لهون حتى ما يعطيه لحصان كيش فالملك خياره الوحيد هون هو على E5 فالآن كيف رح توقف هاد البيضاء الملك ما بتحسن تعطيه كيش مباشرة فكيف رح توقف البيضاء هيا عنا نقلة وحيدة هي Knight على B6 وبيقول له الآن إذا بدك ترقي وزير رقي ما في عنا أي مشكلة طبعا اللاعب الأسود يعني ما عنده خيار هون إجباري بده يرقي وزير ليش لأنه اللاعب الأبيض هون مهدد إنه يجي كيش وياخد الجندي حتى لو حرك الملك فمثلا حتى ما يجي كيش فرح يجي لهون ويصير الوضع نفسه فإذا منرجع فلذلك اللاعب الأسود هون رح يرقي لوزير فشو رح تلعب هيا رح تيجي لهون كيش فالملك إجباري مثل ما إلنا ما له غير مربع واحد وهو الملك على E4 والآن ما بتستطيع إنك تيجي لهون وتعطي كيش وتاخد الوزير ليش أكيد يعني أنت شايف الفيل هون ضارب هذا المربع وبالتالي رح ياخد الحصان وتخسر إذن شو الحل لحتى تفوز بهذا الموقف الحقيقة الحل غريب جدا 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 وأسطوري الحل إنك تترك هاي الكيش من هون وتروح بهذا الحصان تاكل الفيل وترجع لنفس الموقف وتقله كيش وتاخد الوزير يعني شيء لا يصدق ولكن هذا الشيء اللي رح يصير فإذن الأبيض رح يلعب الحصان على D6 كيش الملك مثل ما حكينا إلو مربع واحد هو E5 فالآن الحصان على B7 وكيش للملك ما إلو غير مربع واحد على E4 والآن الحصان بياخد الفيل وهذا اللي بده إياه مع كيش والملك ما إلو غير مربع واحد على E5 فالآن الحصان على F7 مع كيش وأيضا مثل ما نك شايف الملك ما إلو غير مربع واحد هو على E4 فالآن الحصان على D6 كيش والملك ما إلو غير مربع واحد على E5 والآن الحصان على C4 كيش والملك ما إلو غير مربع واحد على E4 وشوف رجعنا نفس الموقف السابق ولكن تخلصنا من الفيل اللي كان موجود هون فالآن الحصان على D2 كيش والملك ما إلو غير مربع واحد والآن بتاخد الوزير وبتربح بكل سهولة بهذا الموقف الحقيقة هذا هو كان الموقف اليوم موقف جميل جدا إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاشتراك بالقناة التاني رابطة بالوصف نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله